بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 39 لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم الثلاثاء 26 أيلول عام 2023 توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء وجه السيد رئيس مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 23 الأول عام 2023 في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة وذلك احتفاء بالعيد الوطني لجمهورية العراق مقررات مجلس الوزراء قرار واحد الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي باستثناء ما يفتح بها اعتماد مستندي خارجي فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط اثنين قيام وزارة التخطيط بحصر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأمريكي باستثناء التي تم فتح اعتماد مستندي خارجي بها واعداد جدول بها يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة على أن تحدد وزارة التخطيط الحد الأعلى شهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي وفقاً لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد ويقوم البنك المركزي بتغطية هذه المستحقات بسعر صرف 1320 دينار لكل دولار أمريكي تودع في حساب وزارة المالية لغرض تغطية الدفعات الشهرية لتزديد هذه العقود وحسب ذرعات العمل وأوامر إطلاق الصرف المستوفية لضوابط الإطلاق ثلاثة بخصوص المقترضين العراقيين من المصارف الحكومية ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة بعملة الدولار الأمريكي تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر صرف 1320 دينار لكل دولار أمريكي من المقترض على أن يقوم البنك المركزي بتغطية هذه القروض بالدولار الأمريكي تسدد للمصرف المقرض ويسري هذا الإجراء على القروض التي تمت قبل صدور هذا القرار حصراً قرار إقرار توصيات محظر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية بشأن الخطة الزراعية الشتوية المقرة للموسم 2023-2024 بحسب الآدي 1- التزام وزارة الموارد المائية بالخطة الزراعية الشتوية استناداً إلى توقعات مراكز الأرصاد العالمية 2- يكون موسم الاستزراع الشتوي 3- وتوزيع البذور بدءاً من تأريخ 2021-2023 على أن تباشر وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات المائية بتأريخ 15-22-2023 3- إعادة ومراجعة مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية خلال الفترة من 15-22-2023 ولغاية 30-22-2023 4- تحديد المساحات المشمولة بالإرواء في الموسم الشتوي بحسب الآتي أليف المساحات المشمولة بالإرواء عن طريق الأنهار والجداول مليون ونصف دونم باء المساحات التي ستؤمن الحصة المائية لها من خلال الآبار الجوفية بمقدار أربع ملايين دونم شرط استخدام منظومات الري الحديثة ومحاسبة المقصرين وعدم شمولهم بالخطة الزراعية المقبلة عند استخدام الري سيحا خمسة تركيز الزراعة على الأنهر وصدور الجداول ومنع الزراعة داخل حدود الأهوار والمحارب الفيضانية في محافظات واسط وميسان والبصرة وديالة وذيقار ستة منح قروض بدون فوائد لشراء منظومات الري الحديثة المنظومات المحورية والثابتة والتنقيض ومنظومات الطاقة الشمسية سبعة دعم سعر الوقود لوزارة الموارد المائية وإطلاق حصة الوقود لمواجهة ظروف الشحة المائية ثمانية الاستمرار بحملة إزالة التجاوزات وخصوصا حملة إزالة بحيرات الأسماك غير المجازة تسعة تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية ومديريات الزراعة واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية ومديريات الشرطة في المحافظات كافة والحكومات المحلية لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرب الخطة آنفا وتحميل المتجاوزين المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم والوزارتان غير ملتزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض في حال حدوث ذلك مع تحديد اجتماعات النصف شهرية يتم الاتفاق على تحديد مواعيدها بالتنسيق بين مديريات وزارة الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة قرار واحد وضع وزارة المالية وديعة لدى المصرف العراقي للتجارة بقيمة الكلفة الكلية لمشروع الإنبوبين البحريين أربع وخمسة والمنصة البحرية الجديدة البالغة تريليون وميتين وخمسة وستين مليار واربعمية واربعة واربعين مليون دينار والمدرج ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النفط شركة نفط البصر للعام الفين وثلاثة وعشرين اثنيا التزام وزارة التخطيط ووزارة النفط بالكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفا والتخصيصات السنوية ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط للسنوات الفين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين وستة وعشرين اثناثة تقوم وزارة النفط ووزارة التخطيط بإشعار وزارة المالية دائرة المحاسبة بالتمويل المستحق للشركة المتعاقدة على وفق مقدار الإنجاز والسياقات المعتمدة وتمول وزارة المالية حساب الشركة من الوديع المذكورة في الفقرة واحد آنفا أربعة إلغاء قرارات مجلس الوزراء رقم تسعة وعشرين لسنة الفين وعشرين ورقم ستة لسنة الفين وواحد وعشرين ورقم تلاثة وثمانين لسنة الفين واثنيين وعشرين قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم تلاثة وعشرين الف وثلاثة وثمانين لسنة الفين وثلاثة وعشرين بشأن مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي بحسب الآتي إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط بجلستها المنعقدة في ستة آب الفين وثلاثة وعشرين بشأن طلب شركة نفط ذيقار إحدى شركات وزارة النفط الموافقة على إحالة مشروع تجميع الغاز وكبسه في حقل الناصرية النفطي بعهدة ائتلاف شركة المشاريع النفطية وزارة النفط وشركة بي اي جي الإيطالية بمبلغ ميتين واثنين وسبعين مليون دولار قرار الموافقة على إصدار نظام معحد الدفاع الجوي استنادا إلى أحكام المادة عشرين من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم أربعة لسنة الفين وستعاش وأحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم ثلاثة وعشرين ألف وميتين واربعة بحسب الآتي واحد تأجيل وزارة النقل المطالبة بديونها المتعلقة بإجور الأرضيات والغرامات المترتبة على الشركة العامة للحديد والصلب وإعادة جدولتها ليتم التزديد عند تشغيل مصانع الشركة المذكورة آنفا اثنيا أخذ وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق الإجراءات الأصولية كافة مع الجهات المستفيدة ووضع آلية عمل تضمن سرعة إخراج البضائع من الموانئ تلافيا لترتب غرامات أو أجور أرضيات بحسب التأخير الحاصل في إخراجها قرار الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الكهرباء بتأريخ أربع أيلول عام 2023 بشأن تعديل وتجديد العقد المتعلق بمشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني الذي وقع في العام 2019 ليتناسب مع فترة التجهيز الجديدة وتعديل الشروط والأحكام مع الإبقاء على المعادلة السعرية الواردة في عقد بيع الطاقة المتضمن بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الحاشمية إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وزارة الكهرباء لشراء الطاقة لمدة 36 شهراً بعد إكمال الربط بين محطتي تحويل الريشة في الأردن ومحطة تحويل القائم في العراق على جهد 400 كي في قرار منح وزارة العدل صلاحية الاستثناء من الآلية المتبعة في الاختيار والتعاقد مع شركات المحاماة وبأتعاب تتناسب مع قيمة الدعوة وقيام اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 12 أيلول عام 2023 بمتابعة القرار التحكيمي في قضية شركة حورس لتوحيد الجهود القانونية والسياسية والفنية قرار اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة تمثيل دبلوماسي غير مقيم مع جمهورية مولدافا من خلال سفارتنا في بوخارست استناداً إلى أحكام المادتين 25 و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 قرار الموافقة على استثناء العقد الخاص بتنفيذ مشروع مسكواد الثرثار شراء كاميرات وأبراج كونكريتية وإنشاء نقاط حصينة من أساليب التعاقد المباشر المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 من ضوابط التسليح الصادرة من مستشارية الأمن القومي الخاصة بتسليح الأجهزة الأمنية لأهمية المشروع التعبوية والستراتيجية قرار الموافقة على إصدار نظام التعديل الثالث لنظام معاهد الدراسات الموسيقية رقم 10 لسنة 1987 الذي دققه مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور والبند ثالثاً من المادة الثمانية من قانون وزارة الثقافة المرقم 17 لسنة 2001 مع الأخذ بعين الاهتمام عرض مناهجها الدراسية على وزارة التربية المديرية العامة للمناهج للموافقة عليها كما وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام مدرسة بغداد للفنون الموسيقية التعبيرية رقم 16 لسنة 1985 الذي دققه مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور والبند ثالثاً من المادة الثمانية من قانون وزارة الثقافة رقم 17 لسنة 2001 قرار الموافقة على إعادة افتتاح المركز الثقافي العراقي في العاصمة الألمانية برلين شكراً شكراً